كما قلت مسبقا فإن باكستان تؤكد دوما على أهمية الحوار وقمنا واخترنا دائما طريق الحوار ونعتقد أن الحوار والتعاون هو أساسي لتغلب على التحديات المشتركة بما فيها وخاصة الإرهاب نريد أن نواصل التعامل مع جيراننا في إيران لمحاربة هذا الخطر خطر الإرهاب والتأكيد أن السلام ينتشر سوف نتحدث عن إيران سنواصل التواصل مع جيراننا في إيران للتأكيد للتأكد من أن السلام سيسود وأنه سيكون هناك أن الدولتين سينسقون جهودهم معا لمحاربة خطر الإرهاب الذي يواجهنا معا سينسقون جهودهم سينسقون جهودهم